أيضا خبر على شاشتنا أن واشنطن تقول نجري محدثات مع إسرائيل بشأن عقد أول اجتماع لللجنة المعنية بمناقشة الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة دكتور طارق عبود الواضح أنه ترامب يريد أن يترك لنتنياهو كما قال الدكتور محمود وكما يقال في الكثير من الدراسات هذه الأيام يريد أن يترك له شهرين لكي ينفذ ما يستطيع ينفذه قبل أن يتولى مقليد السلطة اليوم الناطقة باسم الحزب الجمهوري تقول بشكل واضح هو صحيح يريد أن يوقف الحروب ترامب ولكنه يريد أن تحسم الحروب إسرائيل لصالحها مئة بالمئة قبل يومين كان أمين عام حزب الله يقول نحن سننتصر في هذه الحرب مهما كان وعندنا ألاف الاستشهاديين عند الحدود وما إلى ذلك إذن ما المنتظر في الأسبوع المقبلة منتظر تصعيد أكبر للحرب في لبنان وفي غزة حتما طبيعي إحنا دكتور سامي أول شي تحيي دكتور محمود واثنين بدي يجيب على السؤال الأول لأنه أنا فهمت السؤال أنه إدارة الدراما إدارة بايدن لا أحد يصدق إدارة بايدن لا صح والضمير ولا غير صح والضمير السياق الذي كان في الأشهر الماضية في السنة الماضية أظهرت أن إدارة بايدن مجموعة من المنافقين والدجالين الذين يصيغون جمالا لفظية لغوية جميلة ولكنهم يضعون السكين في نحر الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني بالعودة إلى إدارة بايدن بايدن أعتقد بأنه يعني أنا أوافق على هذا الكلام ولكن أعتقد أيضا أنه إذا لم يتم التقدير بأن حتى الشهرين المقبلين هما حاسمان على مستوى الحرب على لبنان وعلى قطاع غزة يستطيع الإسرائيل الحسم في هذين الشهرين أعتقد بأن إدارة ترامب تتخوف أو تتوجس من أن تتفاقب المشكلة بشكل أكبر في المنطقة وفي العالم إذا بقيت الأمور مضبوطة بهذا الشكل ولم تتم خسائر تكلفة بشرية كبيرة ومادية على الإسرائيلي ولم تتوسع الحرب لتشمل إيران وباقي المنطقة أعتقد بأن ترامب سيمنح نتنياهو فرصة الشهرين لكي يعني يحقق ما يريده ولكن أعتقد بأن الأمور أيضا من التقديرات الأمريكية والإسرائيلية أن الموضوع غير قابل للحسم في شهرين لأن يعني الموضوع خاصة موضوع الحرب البرية في لبنان 36 يوم لم تتقدم القوات الإسرائيلية أمتار قليلة بل تراجعت إلى الداخل الفلسطيني فهذه مرحلة برزخية مرحلة بين يعني ولايتين أو بين رئيسين قد يعني يكون هناك تصعيد كبير على هذا المستوى ليحقق نتنياهو بعض الأهداف التي يريدها ولكن أيضا أنا أعتقد بأن التصعيد سيكون من جانب لبنان ومن جانب المقاومة أيضا لمنع الإسرائيلي من تحقيق هذه الأهداف ظهر واضحا ذلك من خلال استخدام أمس صاروخ فاتح 110 ووصوله إلى تل أبيب ومحيط مطار بنغورين وهذه الرسالة كانت قوية أن المقاومة ما زالت تمتلك الصواريخ الاستراتيجية الموارد والأصول المادية المهمة التي تستطيع من خلالها الضغط على الجبهة الداخلية وهما قاله الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر الصحفي أمس هو على كل حال صاروخ فاتح 110 كان رسالة من الحزب ومن إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر